موسيقى 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 ألا بحضلكم الأخرى مشاهدين الكرام دلوقتي يجي معادنا مع الفقرة المخصصة لرابطة محب مصر فقرة نستعرض من خلالها الرؤى والأفكار البناءة التي يطرعها أعضاء محب مصر أو هذه الرابطة المحترمة في سبيل خدمة هذا الوطن قبل كده في اللقاءات اللي شرفونا فيها الأعضاء سواء الأستاذ محمود بكري رئيس الرابطة أو عدد من الأعضاء اللي شرفوني في هذا المنبر أكدوا أن الدور الوطني لهذه الرابطة وطني بحت دون أي مصلحة شخصية والحمد لله لم يكن لها أي مصالح حزبية ويمكن ده اللي بيميزها عن أي يعني جهة أخرى بتسعى لإصلاح هذا الوطن مواصلة جميلة جداً بتتم عبر الجروبات اللي هي موجودة على الواتس أب شفنا ديه كم الإحترام وهنقل ده لحضراتكم وممكن ناس يعني مش شايفها بعيداً عن أعضاء الرابطة أعضاء الرابطة هيوضحوا لحضراتكم إزاي بنتبادل الرؤى والأفكار البناءة في سبيل أمن واستقرار هذا الوطن والنهوض به إزاي نقدر نتكاتف سوياً إزاي نصدر ثقافة الاحترام ما بين الشباب الموجود في الرابطة وما بين الكوادر والقامات الكبيرة اللي بتحتضن الشباب وبتقدر تبلور الفكرة حتى يستفيد بها الجميع أرحب بضيوفي أعضاء رابطة محب مصر في هذه الفقرة الفنانة والكاتبة الصحفية الأستاذ أمينة سالم أهلاً بك فنم وانتحية لحضرتك والزميل العزيز الإزاعي القدير والإعلامي الأستاذ على الطواب أهلاً بك أهلاً بك يا عزم أهلاً وسهلاً بك منورنا سبب انضمامك لرابطة محب مصر ليه فضلتي أنك تلتحك أو تنضمني لهذه الرابطة أنا أمن أنه الإنسان في العموم تاريخ وبالتالي التاريخ بيرتبط بمفرداتك بحياتك بشخصيتك على اللونج بيكون لك أساسيات أنت بتمشي عليها الحقيقة كانت بدايتي بمعرفة ألا بكري الأستاذ الكبير مصطفى بكري ومحمود بكري من عام 2000 تقريباً كان جولي المسرح هما وعوائلهم في عرض ليا بطولة عرض الأميرة ذات الهمة ثم أنا بعد كده كنت ابتديت أكتب مقالات سياسية في الجريدة ما إذا جازي أن أنا أقول الأسماء في الجمهورية ثم كان فيه مقالية عن ثورة 52 وأنا عشقة لجمال عبد الناصر فكان حيعدل تايم بتاعه ليه تايم آخر في وقت ما أنا بنزل المقال بتاعي في صفحة الرأي في الجريدة الحقيقة طلبت من أستاذ مصطفى وأستاذ محمود أنه هو ينزل المقال كان أفتكر كان يوليو والثورة فنزل بشكل رائع جداً جداً يعني أبهرني الحقيقة وكانت من هنا بداية الصداقة والأخوة على المستوى الصحفي بالنسبة لي ثم بعد كده ابتدت أكتب أوقات في الأسبوع على فترات الحقيقة كانت العلاقة بينها علاقة تبادلية فيها غاية في الاحترام والتأدير يعني لو كان حرف مثلاً في مقالية يقول أستاذ محمود يتصل أمينة ممكن نشيل كذا أو أبداً حسيت لحظة منهم في غبن أو في تعدي على يعني هما الحقيقة بيحافظوا قوي قوي على المساحة المحترمة اللي بين الأشخاص فطبعاً الأيام بتروحوا بتيجي وبتظل العلاقة الطيبة والعلاقة المحترمة بين الناس وبعدها والأستاذ محمود بكري من الشخصيات النبيلة الجميلة المحترمة حقيقي وبدون تزلف وبدون أي مجاملة خالد على الإطلاق فلما كلمني بقى على الربطة وكده أنا كتير قوي التأصل بي عشان أنضم الأحزاب كنت دايماً أقول لهم أنا مصري الكل ينضملي الحقيقي لأنه أنا شايف أن الأحزاب في مصر أحزاب كرتونية ما بتنزلش على أرض الواقع تتلامس مع الواقع وتشتغل وتشوف مشكلات الناس إيه هما وقت الانتخابات زي الممثلين الفشلين يجروا يعملوا شوية صورة وجاري جاري علشان إيه نبقى موجودين في الحدد أنا الحقيقة ما بحبش ده قوي أنا بحب الأشياء الصدقة المتأصلة فلما الأستاذ محمود اقترح الرابطة أعتقد كان في 11-12-2016 عمرها مش كبير قوي ولكن فعلياتها كتير قوي ليه؟ لأن كل اللي انضموا قد إيه ناس شرفاء وقد إيه ناس محترمين هما يعني حضرتك في كل المجالات تلاقي في ربطة محب مصر ثقافة، فن، علم، إعلام، صحافة كل المجالات موجودة في ربطة محب مصر والجميع بينصهر في الجميع يعني الجميع بينصهر في واحد وتحسهم في أي مكان اللي ابتسامة التفاعل بشكل رائع جدا الحب بيسبقهم الاحترام والتقدير المتبادل سما غالبا ما بين أعضاء هذه الرابطة ولده اللي احنا نمسينا الحمد لله كوننا أعضاء في هذه الرابطة جدا وبالتالي أنا بس حق في اليونة صغير لحضرتك وبالتالي ده خلاني أنا ما عديش أبدا أي فعالية من الفعاليات أكون موجودة فيها يعني مع الرابطة وأعضاء تمام أصوص علي لين ضمت لربطة محب مصر؟ أولا بشكرك يا زميل العزيز عاصم على استضافة الكريمة يمكن السؤال جميل جدا ورائع لأن طبعا هذه الرابطة بتضم كيانات ربما تكون فردية لكن عملها عمل أكتر من مؤسسي الحقيقة تجد عندك تخصص مختلف إعلام وصحافة وثقافة وأدب وفن ورياضة واقتصاد وعلوم زراعية وكيميا وتكنولوجيا الحقيقة زي ما تقول كده ضمير جامعي جمعهم الصحف المحترم محمود بكري مع نواب برلمانيين في ناس معنا نواب في البرلمان الحقيقة لما طرحت الفكرة كانت فكرة شائقة جدا وبسرعة لمست القلوب الكل تدخل لأن العنوان محبي مصر مين فينا ما يحبش مصر؟ لكن خلينا نتفق أنه عندنا منهجية هي اللي مخلية الناس تتمسك بهذه الرابطة وأيضا في ازدياد وهي فكرة أن من يحب مصر عليه أن يحبها بشكل عملي لأن ما عندناش رفاهية الوقت نحن نضيعه في سجال ونقاش وما أكثر الموضوعات التي تطرح الآن صحيح خاصة عندما تجد وخلينا أكون قاسي شوية أن أعلمنا المصري كله كله ربما يلهث وراء خبر هنا أو معلومة هناك أنا بكلم رجل إعلامي وفهم أن صناعة الإعلام ده صناعة ثقيلة ليست مهمة بسيطة يعني بسيطة وهي أمانة بالمقام الأول قبل أن تكون مهنة يعني فالربطة لما الأستاذ محمود باكر يتطرح الموضوع وضم الناس وبقى إبعت رسائل كل يوم أستاذ أمينة يمكن تشهد أعضاء جدد في مختلف التخصصات يعني أزعم أن لدينا كل التخصصات يعني لو طرحت كده حاجة كده باي لك كده يعني بالحظ هل في تخصص مثلا موجود عندنا خبراء في كل المجالات الأجمل من كده تفعيل هذه الرابط كنا في زيارة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الحقيقة كان زيارة رائعة بتعرفنا نحن ربما نكون جزء من النخبة يعني لا أحب أن أصف يعني عشان ما حاش يقول أنتم تمداحوا في نفسكم كتير لا في ناس ربما عملها تنقصه بعض الروابط هنا أو هناك هذه زيارة لمركز المعلومات وكان ده دليل عملي أننا لا نضيع وقت أيضا الزيارة إلى مصابي الشرط الحقيقة هذه الربطة ثقالها يأتي من تحركاتها الحقيقة على الأرض بتتكلم عن زيارة مصابين بتتكلم عن بعد اجتماعي الكاتدرائية حدث ولا حرج اللقاء بيجمعنا بالمناسبة تكريم الرقابة التكريم الرقابة الإدارية بعدها كان شيء أيضا أكتر من رأى تخيل لما تشعر الآخر أنك تقدر دوره فكان فكرة الربط تحفيز بشكل تحفيز بس بعيدا عن الأليات السياسية اللي بتزعل الناس من بعضها بنقصين طبعا بعيدا عن التعقيدات بعيدا عن الروتين بعيدا في يا جماعة ربطة اسمها ربطة محبي مصر اللي عايز يخدم البلد دي يا أهلنا سهلا بيه بتنزح وبترفع الحقيقة كانت فكرة رائعة أقدر وأثمن هذا الطرح وأيضا أقدر وأحيي كل من يجتهد لتظل هذه الرابطة قوية بعيدا عن الأمور البسيطة اللي ممكن تزعل الناس من بعضها تعالي في الأرى السياسية مختلفة هنا أو هناك قبل ما استفيد في مجموعة من الأفكار اللي بتطرحوها من خلال هذه الرابطة حابب برضو أوضح للمشاهد اللي هو بيسمع ربطة محبة مصر لكن مش عارف الناس دي بتتواصل إزاي أه أعضاء ربطة محبة مصر بيتواصل من خلال المؤتمرات من خلال الزيارات من خلال الندوات اللي بيقوموها ولكن اللي بيجمع كل عضاء الرابطة هو جروب على الفيسبوك كلمين عن مدى التحضر مدى احترام الرأي والرأي الآخر في هذا الجروب مدى الثقافة اللي هي موجودة ما بين الشباب اللي بتحاور في هذا الرأي يمكن يمكن وانا بنشر حاجة على الجروب الأستاذ علي اتكلم معايا وانتقدنا بعض بس في الأول وفي الآخر احنا أحباب بالعكس يعني البلحوظة اللي أضافها لي أفدتني وانا وضحت لوجهة النظر فوصلنا أنا هو في الآخر لحاجة رابطت لأن احنا نقدم حاجة أفضل للبجتمع عايزة تكلم وأعرض للناس مدى الحاجات الجميلة اللي بيتم خلال جروب محبة مصر والموجودة على الواتساب هو أجمل حاجة في ربطة محبة مصر أنه كل إنسان موجود في الربطة جواه تسامح صحيح وجواه تنزه وترفع أنه هو جاي يعطي قبل ما يفكر ياخد أو يمكن ما يكونش أساسا بيفكر ياخد هو بيفكر فقط أنا عايز أدي وبالتالي عنده قدرة على أنه يسمع الآخر على أنه يتعلم أنه هو بيصغر لشان ياخد المعلومة حتى الكبار اللي فينا من مستشارين ودكاترا كبار ويقولوا تسمح لي حضرتك ما فيش حد بيقول أنت مثلا أنا ما شفتش من فيال فيه رقي في نوع من الرقي في التعامل دلنا عايزة وصله للمشاهد عشان كل الجهات الأخرى تقتدي بالسلوك الجيد والمحبود والتحضر الموجود في هذه الرئيس عفوا بجد والله العظيم وليس تذلف إحنا بنقتدي بأخلاق الرئيس أنا بشوف أنه أخلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أدي إيه أخلاق رجل جم جم الخلق أنا يعني بشوفت كل تصرفاته في كل التفاصيل اللي هو يعني تحركاته أدي إيه راجل نبيل وعظيم ومحترم يعني أبدا شفت مثلا بيتكلم يعني تلاقيه صحيح فده إحنا ده جمال المصري ده أخلاقيات المصريين اللي كانت كل الناس بتهفوا لينا علشان تيجي من حبها لمصر ومن حبها لأخلاقيات الرجل المصري أو المرأة المصرية وده الحقيقة اللي إحنا بنلمسه فيه رابطة محب مصر حتى حضرتك لما بنبقى في الفعاليات اللي إحنا بنروحها أو كده تلاقي كل واحد فينا بيحاول يقدم زميله محدش بيزحم حد مثلا على صورة مثلا وكذلك على الجروب لو هو عايز يقول حاجة حاسس اللي قدامه حيفهمها مثلا غلط أو كده بيروح بعيد له على الخاص يتحور معاه على الخاص لكن على العام بتلاقيه هو يعني في مسافات أبدا حدي فينا واحترام للرأي والرأي الأخر طبعا أبدا حدي فينا بيتخطى ولو حدث مثلا وحد فينا فهم الآخر يروح متصل بي على الموبايل يأكد أنه هو لا أنا بعثي زر لك أنا مقصودش أنا يعني الحقيقة شيء رائع جدا جدا الحب الحب ثم الحب ثم الحب هو صانع للمستحيلات وهو اللي بيبني أنا أؤمن أن الحب هو أساس كل الأشياء الحب هو الله سبحانه وتعالى وبالتالي الحب هو محور كل الأشياء فإذا إحنا أحبين ما نفعل بنجد بنصعد بنسمو فوق الأشياء حتى بنسمو أخلاقيا بنسمو إنسانيا وهو ده اللي إحنا بننشده في ربط المحبي مصر على كل المستويات شوز علي كما تعلم والجميع أيضا أن الشباب هو الركز الأساسية لأي مجتمع والحاجة الجميلة اللي احنا ما شفناهاش بقالنا عصور هو الاهتمام بالشباب من قبل رأس الدولة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح الساسي كونك إعلامي عايزين بكلم شوية دور الإعلام والشباب الإعلام إزاي يتمي الاهتمام بهم والتأهيل حتى يصبحوا كوادر بشكل كبير جدا تضيف للمجتمع وزي ما حدك ذكرت مشكورة من شوية قلت أن الإعلام صاحب رسالة رسالة قوية جدا من شأنها أن تبني الأمة أو لقدر الله تهدم الأمة شباب الإعلاميين الدولة تهتمي بهم إزاي؟ إزاي نقدر نصدر إعلام نتباهى ونفتخر به أمام العالم أجمع إعلام طالع من شباب بيحتضن هذه الأمة عايز فقط المصلحة العامة لهذا البلد ثم البناء نعم أولا يا عصمة أنا بشكرك على السؤال الجميل لأن إحنا بنتكلمة يا جماعة إحنا عندنا أهداف لازم نحقق الدولة المصرية الآن بحاجة ماسة إلى من يساعدها بس بشرط يكون فاهم وعارف وعنده آلية للتواصل ما يبقاش كلام سمح لي بس صح معلومة إحنا جروب على الواتس آب مش مناش أي أكاونت على الفيسبوك خالص إنت عارف حالة السجال والصداع اللي ممكن يحصل إحنا مجموعة مغلقة بيتم ترشيح ناس يعني لو أستاذ أمينة عندها حد كويس شايفية بتصق فيه بيترشحه عن طريق الأستاذ محمود بكري بحيث أن احنا يكون فيه نقطة نظام أدخل في سؤالك مباشرة إن شان ما ضيعش وقت إحنا فاندم مشكلتنا إن احنا كنا بنتحدث عن الشباب بنوع من أنواع الرفاهية إن احنا نهتم بالشباب ودور الشباب فكان المساء الماشية رفاهية لقاء واثنين وثلاثة وخلص وخلص الموضوع وشكرا على كده هذا الكلام طول ما هو كان متأصل في فكرة الدولة المصرية لم تجد لهم قائمة حتى نتكلم كلام منطقي وكلام عملي ربما يكون قاسي لكن هي الحقيقة اللي لازم ننطلق منها اتنين إن رأس الدولة مشكورا سيد الرئيس عبد الفتاح السيزي لما احتوى الشباب فكرة إنه يعمل بنك معلومات فكرة الأفكار دي غريبة على الشارع المصر لم تسمع كثيرا في الشارع المصر أنا أتكلم بلغة الشارع المصر حتى كان في بعض العتاب خليني برضو أقوله إن في شباب فوق الخمسة وتلاتين أعلم أن هناك وعدا رئاسيا إن يتم فتح للتحاق فتح الباب للتحاق بالشباب من تخطى الخمسة وتلاتين ودي نقطة يمكن مناسبة ظريف إن أنا أذكرها محضرها في البرنامج طيب كوادر للشباب وتأهلهم يا جماعة إحنا عندنا مراكز بتصنع ناس وبتصنع ثقافات مختلفة والله العظيم لما بأتصل ببعض الزمل في محطات عربية أجد أن صانع القرار في غرفة الأخبار نيزروم مصريين وكالات أنباء عالمية مصريين وشباب كله من جيلة تلاتين خمسة وتلاتين أربعين مش معنى جدا أن الفوق الأربعين من الشباب لا طبعا شباب أستزتنا لكن أنا بتكلم في نقطة فكرة أن تتحمل أنت كشاب مسئولية عليك أن تأخذ القرار الصحيح وإن أخطأت ستعاقب بالعقاب المهن المفهوم ولكن لديك الفرصة كي تبهر الآخر مصر الآن للأسف شبابنا مش واخدين فرصة أنه ينطلق لصنع شيء كويس وبالتالي يحاسب أو يعاقب عليه سواء بالسلبة أو بالإيجابة الفرصة تيجي إزاي لازم كل كوادر الدولة المصري كل الجهاز الإداري للدولة عندنا درجات وظيفية تبدأ من مدير عام وكيل وزارة وكيل أول وزارة كانت فيه سنة كده تم إقرارها في بعض المصالح مساعد الوزير أنا في نفسي أفهم هو مساعد الوزير بيتم اختياره على أي أساس أو مساعد المدير أو إلى آخره مش كل مصالح الدولة على الفكرة بتعمل الكلام ده لا يا جماعة يا جماعة أنتو في مركز إعداد القادة في يا جماعة أكاديمية مواصر العسكرية العليا في يا جماعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في يا جماعة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يا جماعة فيه اللي بقولوا عليها الأجانب العقول المفكرة المجموعة التي تؤهل يتم تدريبها وتنسيقها وترشحها وأجي على عاصم أقوله يا عاصم أنت عندك مسئولية كذا قدامك سنة أو قدامك ستة شهور وريني ما تنتجه يدك إذا أنتجت شيئا جميلا جيدا فلتكمل وإذا لم تتمكن فأترك الفرصة لغيرك هو ده اللي احنا نفهمه وبالمناسبة عايز أكد على نقطة يا عاصم ليست ثقافة التجريب خلي بالك مصر لا تحتمل التجريب أقصد هاد ده أنا كان ليه مقترح بسيط جدا قلت في مجلس الوزراء طم يا جماعة لو افترضنا إن شاء الله أن عاصم الشندولي يبقى محافظ سيدة أمينة سالم متعينة محافظة لا يتولى زمام السلطة لا يتولى زمام الأمور أو السلطة في الإقليم اللي بيحكمه ومخاول له سلطات رئيس الدولة بحكم الدستور إلا إذا قضى ثلاث شهور على الأقل في مراكز تدريبية تعرفوا محافظتك دي في مشاكل إيه فيها حلول إيه الحل ده ولا الحل ده زي ما قال سيدة الرئيس بكام ومنين هاتلي مسؤول في مصر بيفكر في ده هاتلي مسؤول في مصر مش عايز أظلم بس عايز أقول يا جماعة لو مش هنغير على البلد دي بشكل مهني وعملي يبقى كل واحد يخليه في حاله ونخلي الناس اللي فهم هي اللي تشتغل لكن فكرة إن واحد يجي يجرب فيها فكرة إن واحد يجي يقول لي لأ الطريق ده هيكلف مئة مليون جنيه طب لو فتحنا الباب للحوار المجتمعي ببساطة شديدة أنا عافي إن الوقت ممكن يكون دايقا عندك يا جماعة مقترحاتكم إيه ستجد مقترحات توفر على الدولة أنا هقول رقم وأنا مسؤول عنه ملايين الجنيهات مش هقول مليارات هقول ملايين الجنيهات ليه عاصم لأن ربما تأتي فكرة لمواطن بسيط جدا هو يا جماعة شون بسيط أو بعيد عن الأضواء يبقى ما بيعرفش لا ممكن يعرف يا جماعة يبعت فكرة يدي الفرس يا جماعة ادرسوا الموضوع ده عايز أضرب نموذك سريع فيه شاب في محافظة الدأهلية في المنصورة اقترح فكرة على أحد النواب إنه يربط شريط سكة حديد مدينة بمدينة المنصورة المقترح ده عجب جلال السعيد وزير النقل وأنا بشكره الحقيقة عن طريق شاشتكم يعني أنه تم إقراره في خطة قادمة لأنه هيوفر فلوس على الدولة لانتقالات الداخلية هيوفر برضو الوقود هيخف الضغط عن الطرق نعم إحنا عايزين أفكار مبدعة خلاقة مش أفكار تقليدية جوه السندوق وانا عارف إن الوقت تلعي شخص فينا يمكن بتطرح في جروب ربط المنصورة هو اسمح لي بس أعقب لمدة جزء من الدقيقة بالنسبة للشباب ما إحنا كنا شباب وكنا مستنيين إن إحنا برضو ناخذ أنا بتكلم اسمح لي على حاجة لأنه إحنا دلوقتي إجيلي اللي بقى واقع في النص ما طالش إن هو ياخد مكانه قبل ولا إحنا خدنا مكاننا يعني دلوقتي لأنه لازم على الشباب يعرف إنه فيه ليدر فيه مساحة من الخبرات عليه إنه يتعلم عليه إنه يرصد علشان لما ييجي ياخد المكان بتاعه يبقى عارف يدير لأنه بقى فيه خبرة استدقني دي بتفرق كتير قوي قوي ده رقم واحد رقم اتنين للوزير اللي ييجي يعني زي ما الأستاذ علي تفضل وقال إحنا مصر مش حق لتجارب لا إحنا هنفضل طول عمرنا نجرب لأنه التجربة هي بتخليك تنتج نتاج قوي تفلتر الغف من الثمين ده على المستوى ولكن على مثلا دعم القرار مجلس الوزراء لما حضرنا حضرتك لو تفتكر مركز دعم القرار عليه أن يقوم بدوره وإحنا تكلمنا أعتقد في الكلام ده في اليوميها يقوم بدوره بمعنى إيه؟ أن أنا أنزل لأرض الواقع وأبعد باحثين بأرض الواقع في القرى والنجوع أن أنا أعمل بحث أعمل شبكة معلومات من خلال الشباب الصغير بمستوى ومختلف أعماره من 13, 14, 16, 20, 30, 35 في كل قرية يبقى فيها خمسة ستة مختلف الأعمار يقولوني مشكلتهم إيه؟ وأعمل شبكة معلومات بحيث أن أنا أجمع كل الأفكار وكل المشكلات على مستوى 27 محافظة وبالتالي سأقدر أعرف مصر ماشية فين مصر رايحة فين مشكلتها جماليتها إيه ما نضيفه إيه ما نحزفه في مركز دعم القرار لما يجي محافظ أو يجي وزير أو 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 مش هيكون عنده فترة أنه يجرب فيه هقول له تفضل سيادتك نفذ ليه عندك مشكلات في مكانك كذا وكذا 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 ومن هنا إحنا هنقدر نصعد مش هيجي لي واحد وبعدين يمحي اللي قبله أصل اللي قبله أخطأ وبالتالي لازم أهد اللي قبلي علشان أنا أبني وهكذا اللغة اللي إحنا بنستخدمها في مصر كل رئيس أو كل مدير أو كل مسؤول ييجي لأ اللي قبله أخطأ لأ أنا عايز أصلح وصحح هنا أنا مع حضرتك في أن إحنا نقول لأ إحنا مش حق لتجارب ستوب على اللغة دي إحنا عايزين شكل علمي في الكرسي المسئولية أنه يبقى فيه شكل علمي لإدارة الأمور لإدارة الدولة هكذا أعتقد وأرى أنه من المفترض أنه نعمل شبكة المعلومات دي من خلال مركز دعم القرار كل بقى وزير كل محافظ يجي اتفضل نفذ أنا هنا بقى أسأله أقوله أنت أخفقت ليه حضرتك أنت حضرتك نجحت في كذا وأخفقت في كذا معلش خلي حضرتك بقى أشكرك حد تاني يجي ينجز أكتر ويجي ينجز أسرع ويجي يوضح لي الصورة ويجملها لي بشكل أقوى أنا بحقي طبعا حاضر جدا على هذا الطرح فكرة مهمة جدا واتمنى يا رب الاقتضاء بها لمعالجة كافة السلبيات اللي احنا بنشوفها للأسف في بعض المؤسسات هاختم واحداتكم والأسف يعني هستغذيكم الإجابة فعلي من دي كلم في مجاله الإعلام والفن وجهة لعملة واحدة في بناء الأمة وتنورها وثقافتها شوز علي شايف الرسالة ممكن توجهها القائمين على صناعة الإعلام تقول لهم إيه حتى نستطيع الرقي بهذه الأمة بشكل كبير جدا عايزة أقولهم يا جماعة من فضلكم عيد واكتشاف مصر انتشروا يا جماعة مصر ليست القاهرة الكبرى الأليوبية الجيزة مصر هي مدينة قوس في قنة بالمناسبة مدينة قوس رئيس مجلس المدينة ست بالمناسبة تحية لها أنا والله أنا عارف ناخر ريجة جامعة القاهرة دفعت ستة وتسعين نشاط رائع نشاط بتتحدث عن كوادر مصرية لا يا جماعة ده بلد فيها ستات ورجالة يسد يعني الشمس بكفاءة واقتدار اتنين عاصم برضو أنا نفسي يعني بنك المعلومات اللي تم افتتاحه ده يتم تفعيله فيه ناس كترة جدا جدا بلاش يا سيدي ثقافة المال المزدحم خليه يبقى فرع في كل محافظة في مكتب المحافظة جواب صغير يقول له يا فندم عندي فكرة كذا وباختصار شديد لان طبعا نعارف ان الدنيا زحمة جدا ولو فتحنا الباب ده ممكن نغرق فيه يعني مش هنخلص منه يعني التلاتة أو اتنين النقطة دي تحديدا فكرة انك تؤهل الناس في نفسي لما احنا مثلا مقبلين على تعديل وزارة أستاذ عاصم مرشح لوزارة كذا أستاذ عاصم ملفات الوزارة دي العويصة الصعبة واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة مقترحتك ايه او خلفيتك عن الموضوع ايه ما جيبش واحد يويد البناء من جديد لك أن تبدأ من حيث انتهى الاخرون لان الاخرون دولة مسقفون بالمناسبة بطاقات التموين والحاجات دي موضوعة منذ زمن في وزارة التموين لكن التفعيل يا جماعة على عرض الواقع متأخر شوي خلونا نكتهد نحن ابن البلد من غير آسف للمصطلح فاتي كتير معلومات مضللة او مضللة بالكسر او معلومة غير موثقة خد المعلومة من مصدرها السليم واشتغل عليها شكرا جيد نسو علي أستاذ أمينا الفن احنا لأسف شكونا مرارا متكرارا من الرداء في المحتوى عادتك فنانة محترم بالتحريص على اختيار أعمالك شايف دور الفن ورسالة ممكن توجيها القائمين على صناعة الفن حتى ننهض بثقافة هذه الأمة فهل من ديها معلش دور الفن هو من المفترض في الأول وفي الآخر دور تنويري سبط على القضايا ومعالجتها عفوا هو دور بيسمو بالأخلاق وبيسمو بالشكل الإنساني بالإنسان على كل المستويات تلاحظ حالتك في التعليم بيبقى فيه عروض مصرحة علشان تهزيب النفس ده بيؤدي إلى ثقافة العقل ونتاج العقل هو نتاج ثقافة مجتمع في الأول وفي الآخر وبالتالي دور الفن هو دور تنويري في الأول وفي الآخر أحيانا يكون دور تحريدي أحيانا يكون دور سياسي أحيانا يكون دور كوميدي أحيانا في النهاية أنا بوصل ميسج للمجتمع بوصلة بكون بوصلة للمجتمع أيا كان المجتمع من خلاله بقدر أقيس هذا المجتمع على فكرة في كل الدول وبالتالي إحنا لازم علينا أن نعيد ثقافات من جديد ونرجع نقصل من جديد ثقافتنا المصرية حتى نتواصل مع جزرنا وحتى لا ننسى هويتنا وملمحنا المصري فبنقدم تأصيل للفن المصري من خلال مورثنا وتراثنا المصري على أساس أنه الفن هو لغة التنوير أنا بحييكو جدا جدا كانت ساعد معاكو فترة أطول من كده ولكن التأخير جي من عمد حدك وصوز علي أنا بعتذر والله أنا لأ خالص أنا بحييكو جدا بحيي كل القائمين على ربطة محب مصر كلها عضاءها المحترمين وبتشرف دايما كوني أحد عضاء هذه الرابطة الرابطة بشكرا لكو جدا بشكرك الفنانة الجميلة الأستاذ أمينة سالم شكرا لك يا فنانة مصر الصورة جماعة ليست سيدوية أبشروا الخير قادم إن شاء الله بإذن الرحمن خير قادم بإذن الرحمن على سواعد شباب مصر وسواعد كل المصريين المحبين لهذا الوطن بعد الفاصل من كاملين مع حضرتكم مشاهدين وفقرة حوارية أخرى برنامجكم ساعة صبحية انتظرون